وضعية اقتصادية ناقل ما يقال عنها أنها صعبة بعد أن سجلت الجزائر خسائر بنحو 30 مليار دولار من الجباية البترولية في ظرف سنة عقب تقلص مداخل البترول بـ 50% وهي الخسائر التي جعلت الحكومة تستزف احتياطاتها النقدية بتأكل احتياطي الصرف الأجنبي بـ 27 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 حسب آخر الأرقام المعلن عنها من قبل محافظي بنك الجزائر اليوم استزاف مدخارات البلاد لم يتوقف عند احتياطي الصرف فقط بل امتد إلى صندوق ضبط الإرادات الذي التهمت منه الحكومة 14 مليار دولار في ظرف تسعة أشهر فقط وهو ما ينبئ بكارثة مالية تترصد بالبلاد في حال نفاذ مدخارات الجزائر في ظرف بضعة أشهر إذا ما استمرت لازمة النفطية يقول الخبراء وأكيد الأرقام التي قالها اليوم محافظة البنك هي أرقام صادمة لكن أرقام متوقعة حدوثها خاصة أننا نعلم بأن المورد الأساسي التي تعتمد عليه الحكومة هي الجباية البيتروبية بالنسبة للميزانية وعائزات البيتروب بالنسبة للميزان المتسوعات أنتم تعلمون جيدا أن الأساس المخافظة في تاريخ هذه تابعات الانخفاض 2016 ستكون صعبة 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 جدا ليسا على الحكومة فقط على المواطن والمؤسسة فهل المرح التنازل لإحتياطات البلاد ينظر بسنوات عجاب في انتظار الجزائريين أمانا للحكومة استراتيجية أخرى تقل اقتصاد الوطني من صدامة